طيب هيقولك حاجة تاني برضو على لسان هذا الرجل بيقولك يا سيدي خير اللهم اجعله خير المعلم اللي اسمه طيال يامن علي عبدالله صالح اللي اتقاتل الراجل ده اشتري صفقة سلاح وخد فلوسها عشان يتفعها فوجئة السعودية السعودية فوجئت خلي بالا بانه الأمريكان او الفرنسيين اللي اسكر طالبين مليار دولار ايه يا عم قالوله مش هدفعين الفلوس قال لأ انتوا دفعتوا المين لعلي عبدالله صالح فعلي خد الفلوس حتى فين فلا 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 قادي يا عم الجيوش قادي العالم اللي لايه يا كده دول خارجيه اكاديمية اه مش عارف ديفيد هيرست ولا سان هيرست وهم انت عارف الحبة اللي بعملوه بدول واركب العجلة واركب الدراجة وزي ما قال الدكتور سيف عفتاح كل واحد في المجلس العسكري اتحكم مليار دولار من السعودية عشان يقبل من القلافة مليار هو السيسي اللي قال لهم قال لهم بس على كل واحد مليار وخلا سم انا مش هنقشهم هو اول ما هيقول ليه ده اللي جاء هقول له خير يا ابن جاء الخير في ايه خير خير يا حبيبي فعلي عبدالله صالح خد مليار دولار حطه في جيبه واضطرت السعودية تدفع الفلوس لمين لا امريكا في حد التالت ازلنا حظر معا كده ايو جعفر نميري انت فاكر جعفر نميري ماتش فاكرة كنت لسه صغير انت جعفر نميري ده كان الرئيس اللي هو الرئيس المؤمن اللي هيطبق الشريعة ماتش فاكره لأ اهو ممكنش ايه ده الاخ جعفر مين جعفر بنميري ده اللي جنبه ده اظن كان الملك خالد ولا انا غلطان يعني الملك خالد اه المعلم جعفر بنميري طلب طيارات الشريع من اين من امريكان في اف خمسة خمسة عشر حاجة زي كده فخلاص السعودية قالت له اوكي معلم هنبعت الفلوس لمين لامريكا فبعت لمين لبندر بن سلطان تاني قال له يا طويل العمر ترى هيبقى مسخرة علي انه يقول له يعني انه ان انا ايوه اهو قال لك او بس يقول بندر ابن سلطان اتصل الرئيس كارتر بن كلية العسكرية حين بدأت حين بدأت الدراسة حين بدأت الدراسة وتفاجأ قائدها بالرئيس الامريكي يتصل ويطلب احرى الطلاب وهو انا لما بدأ هو الدراسة كلمت هاتفيا وقال ابندر كلمني كلمني من هاتف مؤمن قلت له فخامت رئيس انا طالب عسكري في الكلية ولا املك هاتفا مؤمنا قال صلني بالجنرال اللي هو رئيسي وتم تأمين هاتف لي وبعدين قال اقارت لي انا في ورطة وقتها كان جعفر بنميري هو رئيس سودان قلت ما هي الورطة قال تم الاتفاق بين كارتر والملك فهد الامير فهد اللي كانش مالك سعيتها والرئيس السوداني على شراء اف خمسة للسودان على ان تدفع السعودية قيمتها ويستفيد منها مين السودان من اللي بيدفع الفلوس للسلاح الملك فهدي كان امير ولي عهد اخذ موافقة الملك خالد اللي انت شفت في الصورة من شوية ولم يكن الامير فهد وقتها مرتاح للسبقة وقال بما ان الملك واخد بالك وافئ اللي هو الملك خالد ابلغ الاخوة في السودان خلاص وابلغوا الامريكيين ان السودانيين سياخذون طائراتهم ونحن ندفع لهم تمنى خلاص احنا مفقين امعال ويكمل الامير بندر جاء الرئيس السوداني جعفر نمير الى السعودية والتقى بالملك خالد واشتكى له من ان الامريكيين يعتقدون بانكم لا تثقون بنا لو تعطونا المال وانحنا ندفع رد عليه الملك قال له هل تريد الطائرات ولا تمنها انا الشامل تعاوز الطائرات ولا الفلوس قال له المسألة متعلقة بالقرامة قدام الناس يعني هنقول اشترينا طائرات والسعودية اللي دفعت وفعلا ارسلت السعودية نص مليار دولار للنميري واصل الطائرات الى السودان دون سداد قيمتها دون سداد قيمتها دون ايه دون سداد وعندما سأل الجانب الامريكي عن تمن الصفقة ولما لم يتم سدادها طالبهم السودانيون بالتوجه للسعودية لاخذ المال وكاله يقول الناس سودان لا يملك المال يا ازول والله باعدنا باعد زيلك الزعمال انت بتشوف بدول اللي كانت كوحيتي وكان بيتسجن واخده لك وبالدار عنده مليارات جات منين لعسيت يقول لك مصر ووطني وتخشف وتحشفه. هو هابد. هابد بالمليارات. يعني علي عبدالله صالح. فبيقول بقى باندر بيكمل القصة بقول هذه القصة. حين توصلت بالرئيس كارتر من هاتف مؤمن. قال انه يجب عليه تقديم وثيقة البيئة لكونجرس. هيبحها. بقى يعني ما لازم قد. ولا يمكن فعل ذلك دون وصول المبلغ. المبلغ السفقة. وان الجانب السوداني مدفعش. على الرغم من وصول الطيارات ايه? للاراضي السودانية. ابلغته كارتر انني سأذهب للسعودية. فورا. واخبر الملك فهد اللي كان ولي عهد ساعتها. وفعلا ذهبته واخبرته الملك فهد بالقصة. ونظره اليه وجل بالعامية. كنت متوقع. اتصل الملك فهد ساعتها بوزير المالية. اللي كان زمعتها محمد قبل خيل. وقال له ادفع يا ابني فلوس السفقة نص مليار دولار. بعد هذه الصفة القصة اصبح هناك تقدير ليه. وما كان عند الرئيس كارتر. ونفس الموقع. الموقف يعني حصلت مع الفرنسيين بشأن منظوم الدفاع جوي. يمنية. تكفلنا بها. واعطينا المبلغ للدين. للرئيس اليمن الراحل. علي عبدالله صالح. ولم يقب بالسداد وسددناها نحن كذلك. على رأيي توفيق كاشا. يعطينا نص مليار. ده بقى الراجل اللي خد ايه? المليار. ده الشويش عطية بتاع اليمن. ده بقى في يما كان من كحرط. وبعد ايه ربنا فتح عليه? لا 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 مش هاوة. انا مش هاوز اطلع هاوة. انا عاوز لاجل ده اللي اطلع هاوة لحيه. حاطت اللي بتاع في موقعه معرفش البنج ولا ايه? القادة. وجاعد يشرب كازوزة. والجازمة زي ما انت شايف مش بتلمعها. وحاجة حالته كرب. بعد شوية سمينته السعودية. وكبرته زقططته. وبعد زعيم. لما الشعب جاي صورة عليه. عشان هو فاسد. بسبب فساد السعودية اللي عملته نص مليار ولا مليار. قابت السعودية حماته. من الشعب الوحش. ودلوقت السعودية بتقتل في الشعب الوحش. اللي انتصر او احب ان هو يزيح الرئيس الايه? الفاسد. لان السعودية زي امريكا بتحمل الفاسدين الرجالة بتاعته. ولما الراجل الوحش ده اللي قاعد يضرب قاتل انت شايفه قدام حضرتك. اراد ان يعترض على السعودية او سومهم على مبلغ. رفع عن الحماية وقال ان الحوسي خد يا حوسي اضرب يا حوسي خلص يا حوسي.